مستودع العدوية عاملاً أساسياً في تزويد الصيدليات المركزية والفرعية بالعدوية اللازمة التي يحتاج إليها المريض في متناوله في كل لهزة وبهذا الغارة مجلس إدارة الصيدليات بولاية مندول نظموا يوماً تفاكرياً حول التقرير المعنوي والمالي للنصف العول للعام 2024 وذلك بهدف قراءة التقارير وودي استراتيجية جديدة من أدل تجاوز بعض الصيعاب والإشكاليات التي بقيادة رئيس المجلس العدارة ومنذوب وزارة الصحة العامة والبقاية دكتور دوي جونغا الذي أشار إلى أن الاجتماع الأول أقد في فبرايل عام 2023 وتمخذت منه العديد من النتائج وإن تسليط الضوء للتقرير الخاص بالنصف العام لأغسطس عام 2024 حيث تم الأرض المفصل لإدارة المالية من حيث الدخل والصرف وما يترتب عليها من أوائق طيق العمل الإداري والصيدلي كما تناول أيضا في حيثيات التقرير مدير الصيدلي الولائي داشا حاجي بكر أبان بأنهم قد اشتروا أدوية بقيمة 153 مليون من الفرنكات الإفريقية من العاصمة جمينة وبعيد مبيعاتها تحصل على قيمة مالية تقدر بـ 185 مليون من الفرنكات الأفريقية هذا مما يعد عاملا إيجابيا من حيث الدخل كما ركز إلى بعض الصعوبات التي تقمن في عدم المولدات الكهربائية والسلاجات لحفظ العدوية والمقر الداعم وغيرها من الإمكانيات